ماشي الكلام خلاص يا شباب يبقى زي ما قلنا دلوقتي دي كانت وجهة نظر مين وجهة نظر فان نيل طيب خلص فان نيل وجاء على جام زهر لنا واحد تاني مين يا عم يوسف اسمه بلاك مان بلاك مان بلاك مان قال يا جماعة يعني انا ماشي معه ترامي ليه فان نيل ماشي هو اسبت ان الاكسوجين هو مصدر او مصدره المي انا بقى لا يعني انا شايف الموضوع من ناحية تانية خالص شايف ايه انا سؤالي مختلف تماما انتو دلوقتي بتقولوا ان المعادلة اللي انتو بتدرسوا فيها دي وبقالكو اسبوعين اواجعين دماغة طلبة بتاعنا بيها اسمها عملية بناء ضو صح? صح يا نادا انتو صارة? نادا وصارة? يا نادا يا صارة اوكي خليك معايا يا نادا انتو صارة يبقى اذا المعادلة او التفاعل اللي احنا شغالين عليه اسمه بناء ضو فان اسمه بلاك مان بيسألكو سؤال هل البناء الضوئي بيتم كله في الضوء ولا ممكن يتم في الظلام ولا ممكن يتم جزء في الضوء وجزء في الظلام? سؤال منطقي هي اسمها بناء ضوءي اكيد احنا هنرد عليه ونقوله كلها في الضوء لان اسمها بناء ضوء العملية كلها هو بقى عايز يثبت هل فعلا عملية البناء الضوئي بتتم في الضوء فقط ولا ممكن تتم في الظلام ولا ممكن تتم في الثنين عمل التجارب بتاعته لما شبع من التجارب وجلنا هاتي عمل فان بلاك مان قال انا اكتشفت وتوصلت الى ان عملية البناء الضوءي بتتم على مرحلته المرحلة الاولى اركزوا بقى معاي المرحلة اللي بتتم داخل الجرانة حيث وجود الكولوروفيل وهذه المرحلة بتعتمد على امتصاص الضوء فان هقول عليها التفاعلات الضوئية يبقى اذا حضرتك دلوقتي راح تعملي حاجة معينة انا في البيت مثلا جايبة كمية خضار كتيرة جدا مش معقول هقعد في المطبخ لوحدي انا اضبف فيه خدتها الخضار ده وقعدت في الصالة ولميت الولاد كلهم حواليا كل واحد بيعمل حاجة خلصنا شلنا حاجتنا دي كلها وروحنا فين المطبخ عشان نكمل بقية الشغل فهو بيقول ان البناء الضوء بيتم كده مرحلة في الضوء في الجرانة والمرحلة التانية في الظلام في السترومة في الظلام وفين يا ولاد لان اول ما سألنا ندى او صار قالت ان هي البلاستيدة عبارة عن غشاء مزدوج عبارة عن اقراس الجرانة عبارة عن السترومة اللي فيها دي ان ايه وحبيبة النش يبقى اذا انا عندي مكانين عندي الجرانة اللي الستة شزاء قالت فيها كلوروفل وعندي السترومة اللي فيها دي ان ايه والنش فيه مكانين فيه موضعين فبلاك مان قال الجزء الاول بيتم فيه الجرانة اللي فيها الكولوروفل وده هسميه التفاعلات الضوءين والجزء التاني بيتم في السترومة في الظلمة ما يهمنيش بقى في ضوء ولا ضوء ولا لا انا مش محتاج ضوء خالص فسماها تفاعلات الظلام ام واحد مثلا زي يوسف قال له طيب انت سمتها تفاعلات الظلام عشان هي بتتم في الظلمة طيب انت هنا قلتلي الضوء هو العمل المؤثر لو ما فيش ضوء هي مش هتتم هنا لو فيه ضوء مش هتتم قال له لأ هتتم عادي طب ما ايه العامل اللي يأثر فيه ايه العامل اللي يخلي التفاعلات دي ما تتمش قال له يا عم يوسف الانزيم فهنسميها انا تفاعلات انزيمية لان الانزيمات هي المتحكمة فيها ام ترده شزا قالت تمتها باستنى اعتخدنا السنة اللي فاتت في سنة اولى ان هذا الانزيم يتأثر بدرجة الحرارة انا بقى كشزا هقول عليها تفاعلات حرارية يبقى شزا قالت عليها تفاعلات حرارية يوسف قال هقول عليها انزيمية بلاكمان قال هقول عليها تفاعلات الظلام سارة قالت عليها تقول عليها تفاعلات السترومة احنا كلنا صح انا ممكن اقول تفاعلات لا ضوئية شو ما احنا طلعنا لها كم اس يبقى الظلام يعني لا ضوئية او السترومة او الانزيمات او الحرارة طيب دول المرحلتين يا عم بلاكمان قل ايوة قلنا بقى ايه اللي بيتم في الجرانة على الأدل ناخد كده الجرانة النهاردة سريعا كده ونشوف ايه اللي بيتم في الجرانة البصوا جماعة دي كده أقراس الجرانة احنا نكبر واحد كبيرة هنا المفروض فيه الكولوروفيل تمام والكولوروفيل ده احنا قيلين قبل كده ان فيه عناصر كتير جدا ومنها الماغنيسيا فزرة الماغنيسيا اول ما هتكتسب الالكتروناتها طاقة هيحصل ايه شباب قلنا هتتنقل الالكترونات الى الالكترون او الى المستوى الايه ها الاعلى جميل وهي خرجة كده خدت شوية الطاقة اللي جات لها من الشمس فاتغرط شوية بنفسها وقالت انا بقى معايا طاقة كبير ما عودش معاك وانتو بش من مستوية فرح نقطت الالكترون وطلع للمستوى الاعلى هتقعد عندك كده كتير ها هيعود هيعود فترة وهو نازل لمكانه هنقول له لو سمحت طلع الطاقة اللي انت حدتها طلع هلنة عشان نسيبك ترجع لمكانك ده اللي احنا بنقول عليه ايه يا عم يوسف الزرات المصارة الزرة لما تصار تكتسب كم من الطاقة تتنقل الالكترونات للمدارات الاعلى لما ترجع الالكترونات لمستواها لازم تفقد كمية الطاقة اللي هي اكتسبت انا بقى عايزة شوي تتقل حلوين اللي طلعوا دول ليه هما دول الاساس دول اللي انا عايزة يبقى بلاك من بيقول عنده سكوط الاشعة الضوئية على الكولوروفيل هيمتص الكولوروفيل للضوء فتصار زراته وخاصة المغنيسيا فتنتقل الالكترونات للمدارات العليا وبعد فترة من الزمن بتعود الالكترونات الى مدارها الاصلي فاقدت طاقة اللي هي اكتسبتها من الشمس بس في حاجة ايه اللي هي واخدها طاقة شمسية هيفقدها طاقة كيميائية يعني وكأن الكولوروفيل حول طاقة الضوء الشمس الى طاقة كيميائية يعني ايه طاقة كيميائية؟ طاقة اقدر استفيد بيها في التفاعل الكيميائي يبقى كل الفكرة الكولوروفيل للطرق ايه؟ حول الطاقة من صورة الى اخرى اكتر من كده مفيش ده شغلته طيب ما هو لو انا ما قدرتش احول طاقة الشمس للطاقة كيميائية ايش هقدر اكام؟ ليه تعالوا بقى معايا كده نقول الطاقة اللي الزرات دي طلعتها انا هقسمها جزئي الجزء الاولاني المية اللي النباتة امتصها هعمل لها عملية شطر يعني ايه شطر يا ولاد؟ يعني اقسمها نصي اطلع الهيدروجين لوحده والاكسوجين لوحده يبقى الطاقة دي انا استغلتها في شطر جزئي المية هتقوم نادة تقولي طبعي انت عايزة تقسم المية ليه؟ هقولها يا نادة عشان انا عايزة الهيدروجين لان عشان احول ثاني اوبسيد الكربون ليه جولوكوز يبقى ناقسمي هيدروجين فانا عايزة ده طيب هتقوم صار تقولي ما هو دلوقتي ده غاز وده غاز او لا صح تقولي طب ايه المانع ان انت بعد ما تفكيهم يرجعوا ورتبطوا تاني ويعملوا مية من اول وجديد او لا ولا اي حاجة يصار قالت يعني ايه قعدوا اكسر وهم يرجعوا وقعد اكسر وهم يرجعوا زي ما كانوا قلت لها لا اللي هيحصل ايه ان الاكسروجين ده انا مش عايزة خالص ده اللي فاني كان بيجر وراه هسيبه يضطير في الهواء اول ناتب سانوي طلع عندي انا مش عايزة سيدي طب والهيدروجين امسكي امسكه ازاي هجيب له واحد يكتفه مين بقى يا عم محمد اللي هيكتف لو انت سمعنا مركب اسمه ناد بي اسمه ناد بي مين الناد بي اختصار ليه امي نيكوتين سناء الفوسفات سناء النكلوتيدة ايه كل ده ده اختصار ليه اسمه اسمه ا حرف الاي اميت نيكوتين الان سناء الدي ضاي الفوسفات يبقى اميت نيكوتين سناء الفوسفات سناء النكلوتايد اختصرنا في كلمة ناد بي ناد بي هيمسك الهيدروجين يكتف ويتحول للناد بي إلى ناد بي اتش تو مسك الهيدروجين في ايده فأصبح اسمه يا ولاد ناد بي اتش تو حلو الكلام والأكسوجين طار خلاص أنا مش عايزة الجزء التاني من الطاقة أعمل بي ايه أعمل بي ايه مش عايزة ما عنديش حاجة طب نعمل ايه خزني افتح البنك مين البنك بتاعنا ايوة الاتب ده البنك اللي احنا بنخزن في قلب الطاقة ازاي حضرتك بقى هتخزني الطاقة في الاتب بعملية بسيطة جدا اسمها عملية الفاسفرة الضوئية يعني ايه يعني في قلب الجرانة لقيت مركب اسمه ايه دي بي اللي هو الحلقة اللي معاها مجموعتين فوسفات ومعاها النكلوطايا أنا عايزة أخزن طاقة هعمل ايه شباب هبني رابطة جديدة هنا اهيه واجب مجموعة فوسفات اربطها وخزن الطاقة في الربطة دي فتحول الاتب الى اي تي بي وسمتها فاسفرة ضوئية هقول تاني يبقى دلوقت الطاقة اللي الالكترونات هتفقدها يا عم يوزف هنعمل بها ايه يا نادا قالت هقسمها نصية نصها ديه اللي صارة ونص معايا النص اللي معايا هعمل به انشطر للماء يخرج الاكسوجين اقول له مع السلامة اطلع بره مش عايزينك طب والهايدروجين قالت اجيب له اللي يكتفه الند بي كتف بقى ند بي اتشتو طب وانت يا ست نادا الطاقة اللي معاك هتعملي بها ايه قالت هخزنها فين قالت هجيب مركب سنائي اللي هو الان دي بي اعمل له فاسفرة ضوئية يعني ربطة ومجموعة فاسفات وخزن الطاقة وبقى عندي ايه تي بي يبقى دلوقت الات بي شايل ايه يا ستة شزا شايل طاقة والناد بي اتشتوه شايل ايه يا شزا عدو جي حلو الكلام يبقى الات بي مسك للطاقة والناد بي اتش مسك للهيدروجين عشان كده عندك سؤال مهم جدا بيقول يسمى كل من الناد او من اسمه الات بي والناد بي اتشتوه مركبات الطاقة التسبيتية مركبات الطاقة التسبيتية اه لان دول اللي سبتوا الطاقة في الات بي والهيدروجين مع الناد بي طيب انا فين دلوقت يا حلوين انا في قلب ارسل جارانة اهو وده انا خلصت كده شغلي معايا ايه معايا ايه تي بي اخرج به برا ومعايا ناد بي اتشتو اخرج به برا راحة فين راحة للسترومة يبقى انا هخرج من قلب الجارانة وايديا الاتنين مقفولين ايد فيها ال اي تي بي اللي انا جبتم الفسفرة والايد التانية فيها الناد بي اتشتو اللي جبتم دل انشطار اللي مش معايا يقول اللي تايه يقول شباب بقيت كده فاهمين تمام بس احنا قدامنا كتير لا خلاص سوالي دي كده زي ما قلنا دي دي الخطوة الاولى اللي حصلت في الجارانة اللي قال لنا عليها بلاكمان قال ده يا جماعة اللي حصل في الجارانة طب وبقى فين الجلوكوس قال ما فيش جلوكوس قال لا يعني ايه احنا بنعمل كده عشان نعمل جلوكوس قال لا روحوا بقى ادوروا في السيترومة ما ربما تلقوا الجلوكوس هناك لكن انا عندي هنا في اقراس الجارانة مفيش حاجة تكونة غير الاتب والناد بي اتشتو هسأل الشباب بقى سؤال هي عملية الاختزال في الكمية معناها ايه سرعة نزع هيدروجين نزع هيدروجين ولا اضافة هيدروجين ها اضافة يا شزا ايوه بالضبط كده بالضبط طب ايه رأيت هل انا ممكن اقول ان الناد الناد بي لما نديته الهيدروجين وحولته الى ناد بي اتشتو كده اكون انا عملت له اختزال ممكن اه اه استوعبين ولا لا جميل ده كده بالنسبة المين للتفاعلات اللي موجودة عندنا اللي احنا قلنا عليها تفاعلات الضوئية اللي تمت فين في الجارانة ان شاء الله المرة الجاية هنكمل نروح بقى السطرومة ونشوف ايه اللي حاصل اه هبعثوا بقى على ال احنا بقى هنا الوقت اللي نجرب اهو هنروح هناك بقى يعني ان نتلم هناك ونشوف دنيتنا هناك فيها ايه خلاص يا حلوين هنبعت الواجب ان شاء الله على التليجرام هتحلوا الواجب والواجب قبل الحصة بوقت كافي ما حدش بقعتها قبل الحصة بنص ساعة ولا بساعة قبلها بيوم على الاقل احنا بناخد اتنين وخميس يبقى حد واربع على الاقل الواجب يكون موجود عندي اتفاقنا يا شباب تمام تمام يلا سلام عليكم اه مع يوسف ومع ميس امنية يعني هناخدها من يوسف امنية نحطها لكم على القناة التليجرام ومع يوسف كمان هنرفحها على التليجرام بس ما يوسف هي بعد تمام يوسف سلام عليكم